نقلت صحيفة أولو ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على التقارير الأولية للهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل قولهم إن مصدر الهجوم من إيران وضف مسؤولون أمريكيون أن الهجوم قد يكون ردا على غارة إسرائيلية في سوريا يوم الاثنين أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيرانية مؤكدين للصحيفة أن أي أمريكي لم يصاب جراء الهجوم الذي لا يزال قيد التحقيق من الجانب الأمريكي وقال ذات المسؤولين الأمريكيين أن صاروخا على الأقل سقط على بعد أكثر من كيلو مترين من المجمع الجديد للقنصلية الأمريكية